بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك سنة خمسة عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبيبي النهاردة ان شاء الله هنحلم مع بعض اسئلة لسن فور اسئلة الدرس الرابع في يونة فور في الوحدة الرابع من كتاب المعاصر وقبل ما نبدأ يا حبيبي ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس توسلكوا كل جديد ونبدأ على طلب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال بقولي لسن انت سيركل يعني استمع موضع دقرة اول سؤال استماع يعني الكلمة اللي بتسمعوها بتعملوا عليها سيركل دائرة نمبر ون كتل يبقى الكلمة التانية نمبر تو بطل الكلمة الاولى نمبر ثري ميدل الكلمة الاولى بعد كده بقولي سيركل بنستبدل الكلمة المختلفة بكلمة مناسبة نمبر ون تيرتل بطل ريبل نيل الكلمة المختلفة تيرتل وهنكتب سي يعني بحر عندنا بطل يعني بركة مياه عندنا ريبل يعني موجة صغيرة عندنا نيل يعني نهر النيل يبقى هنا الكلمة المختلفة تيرتل بمعنى سلحفا وهنكتب سي سي يعني بحر نمبر تو عندنا ليك بحيرة سي بحر بطل بركة مياه بطل زجاجة الكلمة المختلفة بطل ونكتب نيل نهر النيل نمبر ثري بايسكل أنكل براثر ماذر الكلمة المختلفة بايسكل يعني دراجة ونكتب سيستر أخت نمبر فور إن بيتل فور آد كلهم بربوزيشنز حروف جر معادة بيتل خنفساء نعمل عليها دائرة ونكتب أون عندنا بعد كده أبل آيس كريم ريبل بوبكورن كلمة المختلفة ريبل ونكتب بيتش بيتش يعني خوخة بعد كده ريد زي بسج اقرأ الكطعة واجب عنا الأسئلة نرى الكطعة الأول ونترجمها بقول المزرعة كبيرة جدا علي يذهب إلى المزرعة على الأقدام هو يحب مزرعته هو لديه العديد من الحيوانات هو يمتلك العديد من الحيوانات لايك كاوز مثل البقر والماعز هنا لايك بمعنى مثله وليس بمعنى يحب هنا لايك بمعنى مثله مثل البقر والماعز هي هاز اسمول تيرتل هو لديه أو يمتلك يعني سلحفاه صغيرة صغيرة في الحجم ات از جرين لونها أخضر ات ات سجراس تأكل العشب ات كان سويم ان ذا باضل هي تستطيع أن تسبح أو تعوم في بركة المياه عندنا أول سؤال بيقول لي علي فلاح علي لديه دراجة طبعا فولس نمبر ثري السلحفاه ليس صغيرة طبعا فولس احنا قلنا في القطعة صغيرة هو بيقول لي بقى هنا نفع الجملة ليس صغيرة فولس خطأ بعد جده انصر اجب عن الأسئلة التالية نمبر فور بيقول لي يعني اين تستطيع عن تسبح السلحفاه هنقول ات كأنا برقم الإجابة في القطعة وبعد كده بكتبها في النقط هنقول ات كان سويم ان ذا باضل بنجيب الإجابة من القطعة ات كان سويم ان ذا باضل لو عايزين طبعا يا حبيبي السؤال القطعة دي سهل جدا لو صعب عليكم ومبتعرفوش تطلعوا الإجابة من القطعة اكتبولي في كومنت وانا هعمل فيديو خاص بالبسج وهقول لك ازاي بنستخرج الإجابات من القطعة يبقى هنا هنقول ات كان سويم ان ذا باضل يعني هي تستطيع ان تسبح في بركة المياه نمبر 5 رقم 5 what animals does ali have ايه الحيوانات اللي علي بيمتلكها هنقول he has mini animals هو يمتلك العديد من الحيوانات like cows مثل البقر and goats والماس ايه تاني هنقول he has small turtle يعني وهو لديه سلحفة صغيرة يعني هنتكلم عن كل الحيوانات اللي تكلمنا عليها في الكطعة هنقولها في الإجابة تاني يعني هو لديه هو يمتلك حيوانات عديدة مثل البقر والماس he has a small turtle هو يمتلك او هو لديه سلحفة صغيرة نشوفه في الصفحة اللي بعد كده بعد كده بعد كده بقول choose the correct answer from a, b, c, or d نختار الإجابة الصحيحة نمبر 1 the beetle is in the middle of the battle يعني الخنفساء في وسط بركة المياه زي ما قلنا في الدرس وحنا بنشرح الدرس نمبر 2 her uncle is on a bicycle يعني عامها او خالها على الدراجة نمبر 3 she is 30 sorry هنا she is 30 هي عطشانة she want a bottle of water يعني هي تريد زجاجة من المياه علشان تشرب نمبر 4 my horse حصاني has a black صدل يعني فيه سرجة أسود بعد كده rearrange الترتيب أول جملة عبارة عن سؤال بيبدأ بفعل مساعد يبقى أول حاجة فعل مساعد وبعد كده فعل وبعد كده فعل أساس وبعد كده باقي الجملة تبقى did she have a little turtle did she have a little turtle يعني هل هي لديها سلحفاة صغيرة في السن did she have a little turtle نمبر 2 جملة بدأ بفعل يبقى فعل بفعل باقي الجملة she saw some beetles she saw some beetles نمبر 3 برضو جملة تبدأ بفعل فعل باقي الجملة هتبقى I swam in the river I swam in the river تاني الفعل هنا I الفعل swam كده الفعل في الماضي وبقى الجملة in the river I swam in the river نمبر 4 السؤال بيبدأ بفعل مساعد did he jump in the bottle يبقى فعل مساعد فعل فعل أساس يبقى السؤال did he jump in the bottle did he jump in the bottle بعد كده بقول لي أهم الكلمات اللي جات في الدرس الرابع beetle beetle يعني خنفساء bottle bottle يعني بركة مياه candle candle يعني شمعة bottle bottle يعني زجاجة bicycle bicycle يعني دراجة uncle يعني عم أو خال uncle عم أو خال وبكده يا حباب نكون حالين أول جزء من أسئلة الدرس الرابع إن شاء الله هنكمل حل الأسئلة في الفيديو اللي جاي وأهم حاجة قبل ما تنتقلوا على حل الأسئلة لازم يا حبابي تكون حافظين كل الكلمات اللي في الدرس حافظين كل الجمل اللي موجودة في الدرس أنا دايما بقول نفهم وبعد كده نحفظ لازم نفهم الأول إزاي إحنا بنكون جملة وبعد كده نحفظ الجمل اللي موجودة في الدرس ولو عندنا قواعد لازم نذكرها ونفهمها الأول علشان نعرف نحل صح علشان تحلوا صح لازم تذكروا كويس جدا تحفظوا كل الكلمات والجمل اللي في الدرس وتفهموا القواعد وتذكرواها كويس جدا كده يا حباب نكون انتهينا من الفيديو النهاردة أسبكم فرعية الله والسلام عليكم رحمة الله وبركاته